السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة قصص وحكايات المغرب أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صلى الله عليه وسلم على سبيل محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين هذا واحد شاب كان اسم له سليمان وفي عمره 31 عام سليمان كان كان حادر من واحد العائلة اللي يبسيطى عائلة شعبك عادية وحيد والديه مبه وحلو معه لأنه سليمان ما كمل قراهته بحل وحل الناس ما خدم ما دارش يحرف على رأسه ما دارش يبيعه وشريه اصرف على رأسه ولا والديه سليمان كان يدارب هذا يدارب مع هذا يخون هذا الشي حاجة ما يمعتاده لشي بنته هذه المسيرة دياله وولاد الشهر دياله فاته الحدود فاته الدارب الأصيقه وزناقه كل شي مره في سليمان وكل شي يجنبه ويباعد منه احتمال البوليس يعرفه مزيان كل مرة جاي شواح من قاربه او لا يعني داعي علي شي حاجة او ادى ليه او ادى ليه او داربه او ما ادار ليه وشباب مرة كيف لس من الحبس هما كيدخلش ليه يعني هاد سليمان واحد نهار غجي الام دياله عند البوليس كوميسارية دخل عندهم وفيقوص ما هما ولو حارضين هاد سليمان ومبؤهل لانه هم دي ما جايين تابعينه كوميسارية وقد طلبوا عليه وقديروا سنازلات قدام الناس عرفوه مزيان وما او ما او قد قول البوليس قلت لي ما بدي جايين بلغ الاختفاء دياله كيف ايش اختفاء دياله ؟ قلت لي الله اعلم سيدي انا هاد سيدي اعلاجية عندكم دبا تقريبا واحد سبعين مبقاش بها في الدار كنحاول التواصل معه ما كان قدرش فينا هو الله اعلم وانا سيدي شاكة في واحد شكون الواحد هذا ياسين ياسين مالوا مع ياسين ياسين سيدي ضرب معه اخر مرة شافوه الناس في السوق ضربوا وضربوا لي وقول لي من تم ما ببقاش بان وانا كنت اتهمى ياسين يكون دار فيه شي حاجه اعلاج قلنا ياسين وياسين يعرفوه البوليس ياسين كان ديجا ضرب مع هاد سليمان دار به واحد مضاربة كبيرة وكان هادا كياسين ضرب سليمان وحد ضربة لي خاطرة وكان ديك لارابه هاد سليمان ووجهوا الكوميسارية ومن وراها داروا تنازلات وخرجوا من عند البوليس دايدين تنازلات البعضياتهم وواحد معتادي على الاخر ولكن دابا مادام ياسين ضربوا او تاني يعني هذا خاصة نشوفه ماله يقدر يكون دار فيه شي حاجه الله اعلم انه ياسين مشاوليه البوليس مشاوليه الدار هو ياسين كان مزوج وعنده وليد في عمره اربع سنين في هذه الوقتها فاش مشاولي البوليس قاموا كيطلق في مراته مراته مشاهدت عند والديها وهو بارك عند والديه كان ساكن بوحده ساكن مستقل مهمتها ولدها داته معه كانوا واقفين اطلاق اشياء نقول لكم احنا يا ياسين اللي وقفوا عليه بوليس قلينما سيدي هاتك السيد سليما اللي تومك تسولون عليه حقيقة انا خاصت منعه في السوق نهار شمع فلاني تقريبا قبل سبع ايام هاتي خاصت منعه وضربته واحد لعصاق وهرب ومن ثم مبقى يشوفته سيدي هولي اداني كيفاش ادانك اشنو دارلك استافذني استافذني بالحضرات او كيش بدلية شيري ويت على مراتي وكاتفعالك تريك كتديرك مهمشي حاجة كتسقيس الشرف اديالي سافي انا انا عندي كارابة ممشي درابسوب هاتتشلكين منورها مبقى عارفو فين مشي المشي اصلا انا وبينا وبينا الختيفة دياله سايشي حاجة سافي مشاهدة فيه كتبولي ممتيره هو سبب الاختيفات على الولدي سيكون دار له شي حاجة وانا عندي الشهود كده كده جاءوا الشهود في الناس كانوا حاضرين دار بلي دار معه في السوق وهي قد قولهم يعني ممت سليمان قد قولهم اخر مرة دار معه منورها مبقى شرجاء الدار امورها قبر ما عرفوش فينشاء هذا وانا يكون دار الولدي شي حاجة سوف هنا البوليس سانطول ياسين سانطول الشهود سولوا هنا هم خرجوا غير مراعة للشعور سعى الام اما هم يرى لا يخرجوا معها واصلا هو ما دار الولدي البحث اللي فيها تعالي له قال له السيدة كبير ومعروف ب بيديك شي دياله يعني السلاح والمشاكل وكذا كذا قد يكون بيته ترى واحد مصحابه وما يمدير مسافر مدينة ممكن تناول شي مخدرات وعبا قناعة تشوف على نظر الله ولكن لابد دمو خرجوا معها وهم اللي يسمعوا ياسين يعني دائجة دائرة تنازل معه وعاود تعدالي يعني خصم يخرجوا ولكن وخاق هذا الشي كامل ياسين ما عليك تشي حاجة تشيتهما لانه ما كناش جريمة الأصل ما كناش السيد مختلافي داب يكون داب يبان الله علم معدنا جدتة معدنا جريمة معدنا تشي حاجة معدنا تشي حاجة غدين هذي ياسين وبتالي هضروا ما حقه معه صرف رجع المحاله هذي الأم قاسم مكلومة قاسم تقول لهم لا قاسم جو بلي حقولي كده كده وراكي عرفه كدير وراكي عرفه كدير راه بزيات الشيكايت وشاكل بيه لا يكون شوف داع ماشي واحدة وماشي وحدين صاحبه كده كانيبان او لا ما بانش يعمد على عدنا ونقوم بخدمتنا سيقوم بمشاهد في حالاتها المرأة كما قلنا مدار ولله لا باحث لفاق التحائيلة لتشي حاجة مازيان داب قبل أن نكمله هذي سليمان او الى نرى القصة مع ياسين أسيدي سليمان مع ياسين وكانوا صاحب أولادهما وحدهما كانوا واحد جوج دراري آخرين كانوا يقدم في الأمر كانوا 4 بيام ولكن نجد غير سليمان مع ياسين كانوا صاحب يديروا العجاب يتحل في سن مبكرة خرج أمهم مدراسة تقريبا حالة واحدة عندهم كامل والديهم ربما مهتموش بيهم كانوا مشغولين من خدامة دورهم ومتسوقوا لهم العناية ديالهم ومقرأة ديالهم خرجوا في سن مبكرة من الدراسة خرجوا بقاء وكي يتلاحوهم كل مرة يمشيوا مرة يمشيوا المرساة مرة يمشيوا السوق مرة يمشيوا هنا 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 تعالش ومشي دارة يمشي تليه ولو الإدمان المخدرات الشراب داروا هذيك تقريبا هذيك 26 نعام هذي يمشي بيئة وشريعة هذي درارة أربعة سولينا وياسين ودبج درارة أخرين درارة أخرين درارة أخرى درارة أخرى مهم كانوا كارين من قراج قراج كانوا كارين وحطان فيه السلعة وكريحوا فيه ملك سائل الخدمة يمشي بيئة تقرى الشراب والبليار والمخدرات وإدمان تلوا الوقت من الليل يمشي بيئة المحال مزيان نحبسوها هنا وعند يمشي بيئة في نفس الدرب الدرب السفاء عامة يعني بعيدة الدارة التي سنعودوا له والعائلة التي سنعودوا له على السكنة للناس هنا في الدرب كان يكون السيد هذا السيد مزوج وعنده بنت وحدها اسمتها إكرام هذا إكرام في المرأة تقريبا 12 عام أو 13 عام هذا الراجل الذي عمرته وابنته كان وعيشين بأخير ولكن الأسف الشديد واحد لحظة من اللحظات الزوجة للسيد اللي هي الأم بتاع إكرام هذا توفى نتيجة الوحد المرد اللي لا يشافي جميع بلغة توفى الراجل لا تسنى بزيف وغير أشهرية المعدودة لتزوج لا يمشي يشوف واحد السيدة كانت مطلقة وعنده واحد زوج ابنات مهم الراجل طلقة وهرب يشوف ينزال خلالها لها زوج ابنيات مهم جاء بلدار تزوج بها وقال لها تشوفي اعتني بنتي إكرام ربحها لبنتك وإكرام وصها قال لها هذه رب المتابة هذه الأم ديالك شوفيها وقال لها الأشهر الولانية يتم تبعو احتمام لي وزوين بينات الراجل بأنها نيادية لها حسنة ولكن المرأة من يجب الراجل يخرج الخدمة تدوز عليها العداب المبين تجعلها تصيق تغمل طيب تصبن تدير كل شيء وبناتها مريحين من دوشات ولابسات ومقعدات الحالة ومريحين تدر يفسين صغيرة وتبناتها وما يتقرأ من لقد دفل عمر مزيان هنا هي المرأة من اللي يجل الأب يعني ببوات إكرام يعني الراجل هذه المرأة تدير تتحرضه على بنته تقول لها ما تصيق ما تصبن ما تدرتش حاجة أنا تدير كل شيء وبناتها يتسخروا يم تديروا يدور فيها تقول لها بابا غير تتكتب عليها أنا تدير كل شيء كده ولم تسيقاش يدربها يدربها غير تخرج هوايا تتعذبها تتسخرها تتكرفس عليها يجيش واحد من العائلة والدية للراجل تدير في البيت لا تخرج معانا تخرج ابنائتها وهويا تبقى في الدار تقابل شيء سيطرس على اللبن وسيطرس على الراجل وسيطرس على كل شيء ولو البنات تضحك عليها تضعوا بها صحفي الدرية فرض بها ولا تشك من المرأة عند البؤة بها لا تسوق لها يقول لها تحشمني من المرأة باباك وكذا الرزق صعب ببؤة وكذا وكذا يأخذوا غير دريات الأخرى وهو تتكرفس العادب للي حتى درت واحد سمانتاشر عام مكاكة أو لا سبعتاشر عام فقط 18 عام لا تسوق وكذا في القحرات واحد النهار وكذا المرأة 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 باباك من المرأة الضربة فضعت خرجت 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 حربت مهاش قريبون هاي بحرماك الكربان غادة لا أعرف غير غادة 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 مطلقة كما قلنا هما هم يبعيد من هدا سليمان والدريد يتعرفهم أولاد الحومة والدرب عبرهم الآخر هكذا هم يتعرفون مهاش هل عبرهم وخلاص مظل على خرجت عدو خرجت غادة مهاش هم ذالك اكتبوا اكتبوا خرجت خرجت دائما وبنائتهم وكذا دعوهم جيدا الله يأخذ فيهم الحق يالله معنا يالله في ناد ديوها غير ديو الغاراج وتم غير ديو لها ثم يقدر يصافي تشاف الويلات محيلتها وبنائت والبنائت محيلتها الوحوش البشرية منه راح تشاهدها تجري البوليس قلت لي موضيها فلان وفلان ومعنى حقوقهم ومشاركتهم في البلاسة تجري البوليس ومعنى تحقيق الخبار الأب ومعنى كوميسارية ومعنى تحقيق بنتي ومعنى تحقيق بنتي يجعلون بنتي تتكارف ومعنى تحقيق الساكنين وبنائتها يضربوا ومعنى تحقيق الرجال ومعنى تحقيقها تحقيق لحساة لاقعة الوحوش البشرية ومعنى تحقيق نعمل أساة من المصدر ومعنى تحقيق اصل ومعنى تحقيق كمعنى تحقيق ومعنى تحقيق الاعتداء لانتج عليه. ما انتج عليه. هنا يصحف تقدم العدالة. هنا كل شيء ينكر. يقول هذا يقول ماشي انا كذا كذا كل شيء انكر. هنا يبقى معتاقلين. طيب الآن سيبقى معتاقلين. ما الذي يبقى معتاقلين يعني هناك شهرهم في الاعتقال الاحتياطي. ستعرف البنت بأنها حاملة. هذا اكرام بأنها حاملة. هنا يصحف المحتامة الشنودات. كانت تولد البنت ونعرف وقت الجنين وولد من. ونحاول نسلح الجراء ونزوجه بالبنت. هنا يوجد النات لحساب ولدات المرأة. هذا اكرام هذا. ولدات واحد الوليين. ومنؤلها بناء على الخبرة الطبية لامرصت بها المحتامة. أعرفوا بأنه ولد هذا كياسين. ولد ياسين. هنا يصحف يواجه بشي هذا. تزوج بها. تزوج بها. ونزوج بها. ومن ثم تزوج بها. يسعرون أنها تزوج بها. ومن ثم يحاولون المحتامة. من الزوجة. يسعرون أنها تزوج بها. يسعرون أنها تزوج بها. وفي المحاولة. لقد تزوج بها. لا تزوج موالبات طريقة بينما جوج الاخرين من السائل الحبس جوج اصدقاء الاخرين ياسين و سليمان صاحبهم من خرجهم من الحبس والديهم باعوا الدور ديرهم وتحولهم من ثم هذا الشيء لا يريدهم بالاسماء سليمان سليمان خرج ريح في ظاهرهم عادي لأنه ستبدل و لكنه لا تبدل موالباته سعدك ياسين تزوج و استقرر مراسه سليمان يعملون راسه و ياسين يعملون راسه و لكن هنا ما يقع؟ هنا سليمان يدور حضره و لكنه لا يريدهم على صحابه و هو حالة مشتلة يبدو يقول لهم و هذا ياسين مش عرجل و لكن البنت كان موهم كانت مكانت و في الأخير كانت تزوج بها و كانت تزوج بها هنا حضره لا يهمل راسه و هي واحد نار الزرواطة و جاء قصده و ضربه واحد ضرب مبرحه و هي فاش و مشاديك العربي هي سليمان و جاء الكوميسارية و دار واحد تعهد مبيناتهم و واحد مئادي الاخر باش ميدخلوش الحبس أبجوج بينهم من ورها شنوقع من ورها شنوقع من ورها داز شحال من شهر شيء أشهر قليل 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 عام مدار هي فاش و أوقع موقع دابا اختفى تاعد سليمان و قالت الأم بأنه رياسين هو مول فعله لأنه كان معه في واحد نزاع و الصداع و الخصام و الهوات و ضربه أخر مرة حساب الشهود و حساب كياسين و قالوا لهم يبقى يضوعي الخضراء و يقولون لهم هذا كياسين و تشمته و تزوجه البنت و تدخلت عندنا كاملين في القاراج و كاذا يجب أن يشترك و من ثم نبقى الشتق و لم أعرف لي التشحاجة سليمان دابا لم أعرف لي التشحاجة و ياسين كما قلنا نرى جريمة نجد تشحاجة لكي ينشدوه و ينشدوه لأن الأم نجدها من ثلاثة من الكوميسارية يعني قالوا لها صافي ما ندروا كل بحثة و أرجع عندنا لأن الأم رجعت للدار و هي مقلومة و حزينة بثافة لأولدها و لم أعرف المصير لأن أبوك يقول لها صافي يضب رأسه و لم يبقى حاملها أصلا بينما الأم هنا جاءت للدار والدار كانت عندهم من ملتح الفوق و كان عندهم فوق واحد السطح كان عندهم و فيه بيت هذا البيت هو الذي كان من سليمان كان محاطينه ليه و كان يصورته ليه و يدخل و فوقت لها و لا يدخل إلى أن أمه يدخل و لا يدخل و لا يدخل و لكنه كان ملتقل كنت كنت أقضي و لا يدخل و لا يدخل و لا تدخل و لا يدخل و لا يدخل من بعد و لا يدخل و سولات العائلة و أصحابه ساول ملحנה وساول ملح؟ كانت قلب بأشنو عادلغة ألقاه واحد لكارد نационال بيطاقة واطنيا ولكنت في الوضع المشي غورمادا وأيام ديلًا ديلًا داب ما بيط سال لكارد ديل من لكارد في سور ديل بنت ياندي ديل بين يل من هاد لكارد وامع ميز الزاز لكارد هاد وزاز ديك الخاشد بدك غورمادا وديلبنياس بطا بيلحال وشيب شون بوليس قال لي مو بديراني القايت فيلبيت ديالو لخد كن قلب والقايت اللاقارت ناسيونات مديل هاللبنت هايلي هنا البولي اسميلي شايفوهه ادلاقارت ناسيونات قالوه غادكونش حاجمشتالي هاللبنت هايلي اشنو كدير عندو فيلبيت يعني لاقارت ديالها اشنو كير هنا يا هاي قالو الوالدة ديالوش غداعرف هاللبنت قد جيكو من الحائلة قداعرفوه اخاطي بسوه مسلا لا تزيلة البنت مع المشتها ومن ستكون حول العنوانها تكون قد وصل لها البوليس السلام عليكم في الأول لقارت لقارت جلالي سعر زري 1 شفارة 1 نهار 1 أربعة شفارة للدولة العزقية والدولة المتعلقة والشخصية وفي لقارت ناتيونال وفي لقارت بطاقة وطنية ومن بعد مدرسة الدكارات وعند البوليس في الألنية يعني لقاءوا هذه الدكارات أو الشكاية بانت عرضت الصارقة ومشاوا للمسالقات الشخصية لها لكارت ناتيونال وفلوس وحد الخاتم وشي العيبات المهم وصاكة كامل ومشاق مزيني لقاء الشكاية يعني حضرات البنت صحيحة قلوا يا دابا قلنا للعافة هذه الناس تعرف بلا سيد الله لو عامنا ماشيهم كان أربعه من الشاب ولم نقف وانا وقفا وقفوا نظرات عادي وسمعهم وقلت عالتي وقفت عمدي وقفت ولكن سليمان البوليس قدروا شيكايرا باقي كانت سنة مزيان يعني هذه البنت لا يوجد حاجة البنت اعتارده السبيل لها شفارة وغريساوة ولكن احنا عرفنا واحد المعلومة مهمة وهي ان هاد سليمان كان كاعتارد سبيل مرة كان شفار هنا السيد والله مفحوث اليه يعني راول مغريسا للبنت غادي نولي وديرين في حقه واحد مذكرة للبحث لانه خاصه عطايا دابعاد داروا في حقه مذكرة للبحث ودابعاد ناظر البوليس يقلب بولي لحتى عرفوا بانه هرمون الفعلاء وبينها سيكون غريسا تشعلم مهده 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 ومهده وهذا يشكل خطار على المجتمع مزيان مرهبش اصفه بحلمكك غادي يجي واحد الولد واحد شاب شاب مش طارق عادي جاي عند سليمان هو كان صادخ لسليمان ويجي عنده مره 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 ويجي عنده مره 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 يجب على المزيد ويجي عندها في إلقاء إحساس من خرجات الأم سلم وصولى السليمان سليمان أحكاد كانت سليمان مره 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 لا يسهم وكذا ونقلبو لي وكذا كذا في كتكن التوليدي مهم نقل في كتكن ونقل في كتكن في الدرفين في الأن يسوى إياه في الأن ومشاب حالته هي لبسات جلابتها للبوليس قال لي امرا واحد دري وراجع عنده ورح أن يسولته وقال لي في كتكن سكون وعطانا اسم دياله وكذا كذا البوليس امشاه امشاه لهذه البلاسة او لهذه المنطقة التي قلت المرأة يعني انا هو اللي اعطاه العنوان هذا الطريق طريق الحصنية لا يوجد شيئا امشاه عنده حسن القابل القبض هذا هو طريق شايف شو الام وهذه اللي جاعده مزيان سكت عرف سليمان كان عرفه السيد الريه وديه صاحبي قال لي سليمان اولا بعده ومخسافي هادي شحال عاليا ثانيا هادي سليمان اولا محوج عليه على صعيد وطني لانه سيغريسي ويخوض الناس ويجب ان يدرده شكاية فهو تقلّب له وانتجه تقلّب له تعرفه اصدقاء له تعرفين يكون مشاهدة اي حاجة عليه قال لي هم هادي طريق هذا انا ما عندي اشي علاقة باكت الصريقات انا عارفهم كيف سرقوك شفروا وغريسيا وديروا لشبلك حالي انا غير كنتم صاحب مع دك سليمان غير كنتم اعجبني ندري معه ونجمع معه كيرسي وكيرسي حالي اقل او اكثر انا حبوثي كنتم اغلقار ولكن باش نقدر ان نفيدكم في هذه القادية هذه اراك نعرف اصحابه لي كيمشي غريسي معهم ووحد ثلاثة الشباب انا رخاطيني هذا الشي هذا مزيان من التخاطي هذا الشي هذا يقول لنا شكونا من هذا الشاب صاحب قال لهم فلان 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 يعني عزيز وسامير وسعيد فمشى وعدهم كيعرف العناوين ديالهم كل واحده فيه كيسكن في لندينة مشى وليم جابوهم كاملين من اللي جابوهم كاملين اولا بعدها هما مشى في هذه الطريقة تقلبوني الدار وعرضوه على البنت اللي لقاءه الكارت الناصيونال في الدار لسليمان قلت له هذا العقل على الشباب اللي يتلققوا لي هذا ما كانش معه من اللق يعني هادراته نسبيا تكون صحيحة جاءو شدوا هادوك ثلاثة الشباب ثلاثة الشباب اللي جابوهم اول حاجة قبل ما يدويوا معهم لان هادراته طريقة تكون صحيحة وعرفوها تكون صحيحة جابوه البنت كيف شايفت له الشباب عقلاته اللي مكان اليوم هادو هادو كانوا كانوا ربعة وواحد خاص هو سليمان صحيحة تأكدوا بأنهم راهوما كي يقريسيو مع هادك سليمان وملكي شكلوا واحد العصابة مزيان هذه واحدة ديالو اللي ينبول يشوفوا ديابا توهم ديالكم توماية رابينة ديال الصارقات وحنا الملفات ديالكم حنا رخدامين الليها ولو كيجيبوهدوك والناس اللي مدكراري مشيوا واحد جليسهم وتقايدات القديدة المجهول تعيطوا ليمسدعهم واجهوهم بهذا وشوا وشوا كالي يتعرف عليهم كل كيجال مشيهوا كادا ولكن أغلبية هما لجليسهم يعني الناس بشكل واحد العصابة وخدام العراسة مزيان ديابا احنا وينعرفون منكم سليمان فينا هو وكان فارض من أفراد العصابة فينا هو اولا انتو ما درسوا ليش حاجة ضاربتو على شيء لا شاف لك. مصفين اهليه مواله. ما سيقوله؟ قالوا له الشباب خطرة واحدة. اخر مرة كنا فيها كنا قصدنا واحد الفيلة. هذه الفيلة كان عادة واحد الصور اللي هو عالي. ونحن عارفين فيها يعني ترصدوها مية مرة من الجوج. ساكن في واحد جوج ناس كبارين. راجل ومراته ولكن كبارين في العمر. ولا هدهم وابناتهم ما عايشين معهم. وما عايشين مع السياس لأخذ دائما لتشي واحد. عايشين غير بوحلهم في ذاك الفيلة الكبيرة العريضة. احنا قررنا ما بديتنا ان ندخلوا ونجفروا. من بعد ما يكونوا هم يخارجين يعني يموالين الفيلة ومزيان. واحد نهار صافي واحد نهار شناهم خارجين. ركبوا اعطوا موبيلتهم. يبجوش بيهم ومشاهوا. احنا قررنا شنو نديرو. نقزنا الصور. الصور كان عالي كما قلنا لكم. نقزناه وهبطنا في الفيلة. ما هبطنا ما غنشوفه الضوء كيف سفليا. احنا اتفاجئنا. قلنا يكدف هذا السيد هذا هو مراته. خرجوا عاد قدامنا. بطعموا وليلهم. نقزوا واحد فينا وقال. واقع اللي راه هو منساو الدوشا على تحت او ليش هاجه. اموه مشينا غادين في حضر. غادين 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 غادين. فالي احتخرج لنا واحد. واحد ما عرفناش مينجا. الواحد هذا الله اعلم. ما نتبعنا. هربنا. هربنا. هربنا بربعة بينا. المهم شايف انه هو. نتبعنا حاول هالشي حاجه. المهم احنا هربنا. ما واجهنا. موالو حربنا. حالتنا. نقزنا من الصور. كنا خفاف. وهذا كانوا خفافين. وكذا. هذيك سليمان. قالوا لي. همودي سليمان. ما مقدرش انه نقز. ولكن ما عرفناش نواقع له. واش نقز قطاح. واش الدمو. لفيلة او الادكسي اللي كانتم. الله اعلم. مهم قاعدة. كانت سنناو كانت سنناو كانت سنناو. ما خرجتاش واحد من الفيلة. وسليمان ما خرج. ما عرفناها حسوق. لا حي لا ميت. لا شنو دارو معاه. لا يطلع البوليس. لا تيش حاجه ولو. شفنا تعينا. وهربنا بحالاتنا. هادشي اللي كاين. غتوريونا الشرفة. هالفيلة فين كاينة. مزيان. هادشي اللي حتى وصلوا بهذه الفيلة هادي. فعلا الناس. كي دخلوق البوليس هاديك الفيلة. مبعد ما حلوهم موليها. كانوا واحد جرور ناس كبارين في العمر نيس. ما عارفين والولاد القصة هادي. قالوا ابدا لا. انا عايشين جاهم نعم حالماك. ما عمورشي واحدة جملينها. مزيان. واش عايش معاكم من ايش واحد. او واحد دري ولد ولدي. هذا الراجل الكبير من الفيلة. كان يجي عنده واحد دري ولد ولو. موقيم الفرنسا. والد ولد ولدي كنرالي. عايش غير هنا يعني. عنده دار ولدي ولكن كان يجي عند جدود. هاد ولد ولد كان في عمره هاديك 24 عام. قائد صغير. عزيز عليه يجي عند جده جدته. كان يحتمه في الفيلة. وقد يستطيع الى السفلية. مزيان. ما يجي زائف غير مره مره مره. ما يعني سيدعوه سيدعوه القوت المانيد هو مقيم مهام تقريبا قالوا ليه قلنا السيفلين أنت واحد منهار منهارات مجوش شفار هنا اخر شي تلاقي سيمام ووحد قطعه هنا ها بقى كدورت عيني يقول لي لا لا عمرت شي دوقع لا وكانت كو جدود يساقوا الخبار هنا البوليس عارفوا بأنه يكذب أولا لأنه لم يرى هدف مزاقيش هذا الدري هذا شاهدوا وقلبوا الفيلا كامل خرجوا براء الجرداء خرجوا كدوروا 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 كيف يلقوا في الجرداء في الفيلا الفيلا أصلا كان فيها بير والبير هادم يستعملوه غير مرة مرة يستعملوه يسقوا بالجرداء او لا شي حاجة مهمة لا يستعملوه البيرادة يقلبوه يقلبوه ومهم بطريقة بوليس كيف يلقاه يلقاه فيه جودة من اللي رفعوها يلقاه ديال سليمان هنا يعتاقلوه في البلاصة الدري هنا يبقى يدور في عيني او يعترف كيف يلقى لي كيف يلقى لي فعلني فعلني هذا كفارة جاءوا جمعوا في الصور ونقضوا الصور وصور كان عالي بزاف وكيف كانت دائرة في الجرداء كانوا يضعوا طوار وكيف كانت دائرة ثم يحتاجوا الناس ونقتبه ونقتبه سليمان بدلت لنقص الصور ونقتبه 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 لم تقبل الأشخاص ونقتبه 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 وكان عليها فعله لدانية جزء وقالوه فقط فظلت نسابه était السيد غير راسه سوف أجيب للطبيب وسوف يجب تعرف السيد سوف يكون السيد غير راسه فقال نسابه المتحدث على السيد أنه لماذا لا ترغب ولكم ماله ويؤدون يجبه جداته من لا يستعمل هذا البير ومن لا يستعمل هذا الجرض وهو يتقلل whites سوف يتقل فأنا قال هذا ما الذي يقعه، خارج عراسه وغير بوحده، إخفاء جدا ومع تشنو دائر وكذا وشكون قلنا بأنه أصلاً مات في البلاسة، يكمتها لحتي حي مثلاً، الله أعلم أولاد رابته مهم هو هذه الرواية اللي قال ليه شدو حتى قلوه يقدمه المحاكمة تحكم بالمؤبد بينما هادو جوج أول ثلاثة أعفوان صحابه، اللي كانوا كهجموا على الضيور وشفره وكذا تحكموه بـ 25 عام الواحد بينما هذه الإكرام اللي قلنا في بداية الحلقة بأنها تكرفت عليها مع سبؤها وخرجات وطلقت مع ذاك ياسين وولدات معه وزوجات عن طريق المحكامة هذه كانت طلقت من ياسين، لماذا؟ لأنه لكي خاص بلاه وقلتي سبب مشاكل وكذا، كل شي عارفني بأنني مزوج واحد المرأة يعني أتاده إليه وحدين وكذا كذا، مهم قبول مشاكل وصداعات بناتهم وفي الأخير طلقها ما علينا شهدين نهاية الحلقة اليوم، نتمنى أنها تنال الرئيسة لكم وشكرا بزايف المسابعة لكم، شكرا بزايف على التعليقات الجميلة التي تجعله وليل تحت وبارك الله فيكم، وننساوش كيف القاعدة وكيف العادة، شجيم، كومنتر، بارتاج القناة يعني شاركوا القناة مع أصدقاء ديلكم والأحباء ديلكم وبارك الله فيكم، والله يرحميكم الوالدين على حصل إصراع المتابعة، ودومتم أوفي القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته